وإلى زامبيا حيث فاز زعيم المعارضة هاكندي هشليما بالانتخابات الرئاسية وذلك بعد حصوله على أكثر من 50% من الأصوات وحصد هشليما على أكثر من مليونين وثمانمائة ألف صوت من إجمالي الناخبين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين شخص لوساكا عاصمة زامبيا تحولت بين عشية وضحاها إلى ساحة للاحتفالات بعد فوز زعيم المعارضة هاكندي هشليما بالانتخابات الرئاسية إثر حصوله على أكثر من 50% من الأصوات هشليما رجل الأعمال البالغ من العمر 59 عاما والذي ترشح للانتخابات للمرة السادسة حصل على أكثر من مليونين وثمانمائة ألف صوت مقارنة بمنافسه أدجار لونجو الذي حصل على مليون وثمانمائة ألف صوت من جملة أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو خمسة ملايين ناخب محققا بذلك أكبر مكسب انتخابي في تاريخ زامبيا وليفوز بالمنصب مباشرة دون الحاجة إلى جولة إعادة وقد أدل نحو 80% من الناخبين المسجلين بأصواتهم وليصبح الرئيس المنتخب هشيليمة سابع رئيس للبلاد منذ عودة الديمقراطية التعددية في عام 1991 على يد الرئيس الراحل كينيث كويندا الذي قاد البلاد تحت نظام الحزب الواحد لأكثر من عقدين كان هشيليمة قد خسر بفارق طفيف أمام منافسه لونجو في انتخابات عامي 2015 و2016 وزادت شعبيته في كلا الاقتراعين وخسر في عام 2016 بفارق مائة ألف صوت فقط وما زال في إمكان لونجو البالغ من العمر 64 عاما الطعن على نتيجة الانتخابات وقد أشار بالفعل إلى أنه قد لا يقبل بالهزيمة ترجمة نانسي قنقر